السلام عليكم خوتيفة في دو ان شاء الله سننظر على اللائحة التي أعلن عليها ويدرقراجي ويدرقراجي التي كنا نسيناه سيخرج بحدة ندواصحها فيها بحال ديما سيقول لنا اللائحة المنسخة المغربي سيعطينا الأسباب للحضر بعد اللاعبين وكذلك غياب بعد اللاعبين فكنتفاجأوا بموقع رسمة الجامعة الملكية المغربية الكورت قادم وملكي خرجونا اللائحة ويدرقراجي اللائحة العرفات غياب بعد اللاعبين وليه أول مرة منذ مجيء ويدرقراجي إلى سدريب منتخاب مغربي بحال عبد الرزاق وليد شديرة جواد الياميق وعبد حميد الصابيري وإليا الشيعير فهذه أول مرة كي غيابوا منذ مجيء كما قلت لكم ويدرقراجي إلى سدريب منتخاب مغربي كونو مشوا معانا تركيس العالم فاللائحة أخوتي كما تشوفوا معانا هي هذه ديال 26 اللاعب أنا بدأوا بحراسات المرمى عدنا مونير كجوي وياسين بونو والمهدي بنعبيد حراسات المرمى لا يوجد مشكلة كاين مونير كجوي يبقى حارس رائع ويقدم مستوى كبير مع المنطقة المغربي ومعمرنا حسنا معه بالنقص ومعمره درش مباراة ماشي في المستوى يعني مونير كجوي ديالما منك نحتاجه كالقاوة وكذلك يسين بونو الحارس العالمي اللي مرشح من بين أبرز خمسة الحراس كنين في العلام لعلى الجائزة الأحسن حارس في العلام وكذلك الكورة الذهبية الأفريقية فياسين بونو ما ندرش عليها كما قلتكم كيبقى حارس عالمي كذلك المهدي بنعبيد ديالفتح الرباطة اللي انساق المؤخرا إلى الجيش الملكي فتاة هو كيبقى حارس مستوى كيبقى كي حارس ثالث الحارس الرابع اللي ما كينش ديالويداد البيضاوي المطايع اللي نظارا أنا كنشوف بأن المطايع المستوى ديالو تراجع مؤخرا مع الويداد البيضاوي ماشي المطايع اللي كان عارفه الموسم الماضي لذلك ويلدر جراقي ممكن عايتش عليه والسبب الثاني هو أن ويلدر جراقي يشاف بأن ربعات حراس ما عنده مدرب ربعات حراس بزاف غادي لعب واحد جمو برايات فهو خصوشو بعد اللاعبين لذلك حييد حارس مدربعة وزاد واحد في وسط الميدان أو في الهجوم باش ياخد واحد الفكر على اللاعبين اللي عنده حيث ما يبقالوش الوقت وخصوه احسن اللاعبين اللي غادي يمشي لكاس افراقيا لذلك واخد اغيث لسد الحراس ما اخداش ربعات بنسبة الدفاع عدنا اشرف حكيمي ايوب العملود عبد الكبير عبقار اللي كتسم المنادت عليه اول مرة اللاعب دي بورتي فو اللي كيلعب بريجل اليومنا وحنا خصونا شي لاعب اللي كيلعب بريجل اليومنا فوسط الدفاع فلا نيف اكرد ولا غانم سايس ولا يونس عبد الحاميد فهدو كيلعبو بريجل اليوسرى يونس عبد الحاميد اللي سبارك الله كيقدم واحد مستورا مع الفرقات ديالو في الدور الفرنسي ورغم السن ديالو عنده 36 سانا ولكن سبارك الله اللي يعطيه لذلك احنا محتاج يونس عبد الحاميد في قاس افراقية ويمشي معنا ان شاء الله اه عندنا كذلك نوسر مزراوي ويحيى عطيط الله نوسر مزراوي اللي يعرف احد مشاكل مع المدرب يالو توماس تخيل في باير مينيخ اللي مرة يلعبو في بلاست وضاير ايمن ومرة يلعبو كمدافع بنسبة الدفاع اخوتي كما قلت نبدأ بالضايرين في الضايرين نحن عارفين سيكون اشرف حكيمي داير ايمن ونصر مزراوي داير ايصر حكيمي سيكون حسيات ايوب العملوت نصر مزراوي سيكون حسيات ويحيى عطيط الله الدفاع نيف اكرد وغان مسايس سيكون حسيات هو يونس عبد الحاميد بالنسبة بلعب سيكون عبقار ويحكم عليه اما سيكون افريقيا اما سيكون بلاست ويجاود الياميق لانه يعرف مستوى الياميق لذلك لم يجاود الياميق ويجاود عبقار مزيان بالنسبة الوسط الميدان لدينا سالم أملاح سماع السيباري آمير ريتشاردسون وسامي العزوزي سوفيا المرابط عزدين أنحي وبيلال الخنوس وسط الميدان سليم أملاح والسوفيا المرابط وعزدين أنحي فهذا يبقى ملاعب الأساسيين ويزيد اليوم تابع الخنوس ويقدم مستوى رائع مع الفرق الوف عندهوفن الدوري الهولندي ستبقى المنافسة بل عزوزي وامير ريتشاردسون ماذا سوف يمشي فيهم فهذا سوف يتنفس في وسط الميدان ماذا سوف يمشي نضلكم على الغيابات بالنسبة الهجوم لدينا حاكم زياش آمين عدلي أيوب الكعبي يوسف نصري طريق سودالي إبراهيم صالح آمين حاريث عبد السامد زلزولي بالنسبة لأنه سوف يكون هناك أسئة إفريقية المياه في المياه التي سوف يمشي ومع حاكم زياش آمين عدلي يوسف نصري آمين حاريث وعبد السامد زلزولي سوف يبقى راعبين أيوب الكعبي وطريق سودالي وبراهيم صالح فهذه إحدى الساعة وشرين اللاعب أخوتي اللي كاينة بالنسبة الغيابات فالغيابات عندنا عبد حاميد السابيري الذي يقول له مؤخرا يقدمه مستوى كبير مع الفرقة له وكيف يستجل هدفين في دوري أبطال آسيا ضد الفريق باكي باكتاكور وكذلك عبد الرزاق الحمد لله الذي يقول عنده واحد إصابة خفيفة ولكن سيرجع إن شاء الله سيلاعب مع الفرقة له التسيحات جدا عبد الرزاق الحمد لله الذي كان الموسم الماضي يسجل 21 هداف وإن فاز ولد دف البطولة السعودية في هذا العام هذا غير قام منافسة قوية مع كريسين رونالدو عبد الرزاق الحمد لله عنده حاليا خمسة الهداف رونالدو عنده عشر لله كذلك ولد الشديرة المرة يلعب مرة ما يلعب مع الفرقة ديالو ولد الشديرة لحد الآن في الدورة الإيطالية الجولة السابعة فهو تسجل هداف واحد كذلك جواد لياميق الذي يعرفه مزيان لذلك فهو عيط العبقار ما كان يجواد لياميق لكي يشوف عبقار مزيان سيشوف عبقار سيعطيه إضافة ولو الشاعر كذلك يعيش واحد السؤال للنسائج مع الفرقة ديالو كوينسبارك مرة يلعب مرة لا يلعب سوفيان بوفال الذي يجب بسبب الإصابة سوفيان بوفال الذي يقدر يلعب في كاس إفريقيا لأنه في شهر 12 سيجع الميادين زكريا بوخلال الذي يمشي لأنه إصابة خطيرة ويلا أخيرا سوف يغيب مدة 14 يعني هو رسميا خارج كاس إفريقيا أما بالنسبة لسوفيان بوفال فهو يبقى عنده احتمال أنه يقدر يكون في كاس إفريقيا فهذه أبرز الغيابة أخوتي التي ترى لعب الحميد الصابيري ولا عبد رزاق حمد الله ولا جواد اليامق فهذا لا يغيب لأنه يلعب في دوري السعودي لم يقف يجب فهذا لدول السعودي لم يقف في الماضي والدول السعودي لم يقف بالدول القطر ومش لم يقف اسبعين اللاعب كلا ملاعبين قم برونالدو صديو مهني فرمينيو كاريم بن زيما بونو وقائمة لذلك لدول السعودي يبقى دوري قاوي لم يقف ما دعيف بحال يقولون لهم؟ أنه أولا دراجي لا يتفق في اللاعبية التي يدعون في الدورة السعودية ومن بعد ذلك عبد الرزاق الحمد لله في الدورة السعودية ونحن نحن ننفذ مع أكبر عندياء لأنهم يتعاقدون مع بعض العديد ونحن نرى أنه ساد يوماني وروزوفيت ولذلك الدورة السعودية لا يدعى في هذا غير رخاوعة ويلدر جراجي لم يتفق في اللاعبين لأنهم رأيتوا أحد اللاعبين آخرين يستحقوا أنهم يعطيهم فرصة بحلعب الكبير عبقار أيوب العملوت وسامل عزوزي أمير ريتشارسون براهم صلاح وطارق سيوسو دالي وإذا أخذنا أيوب الكعبي في أيوب الكعبي حالياً نولها الدفد الدوري اليوناني وخمسة الأهداف وكذلك مسجرة بعيدة الأهداف الدوري الأوروبي وكذلك ترق سيوسو دالي وكذلك أيوب العملوت يقدموا مستوى جيد مع الويداد وكذلك يريد أن يرى اللاعبين نظراً لأنه لا يوجد الوقت لا يوجد جمهات شساده وكذلك ستربوص الأخير الذي سيكون قبل قصة إفريقيا فهو لا يوجد الوقت يريد أن يرى اللاعبين يريد أن يرى اللاعبين يريد أن يعطيهم فرصة مع اللاعبين الذين لا يوجدوا بحل عبد الحامينة الصابيري وشديرة ولياميق وشاعير ويريد أن يرى اللاعبين لا يوجد أن يرى اللاعبين لأن اللاعبين لا يعطيهم شوار وعرفوا مستوى لا يوجد حال عبد الكبير عبقار وكذلك العزوزي ووردي تشارلسن لا يوجد مع المغرب هذا اللاعبين يرى أمامكم 75% اللاعبين يتم عملية الاختيار في مرة أخرى هما عبد الكبير عبقار أيوب العملوت أمري تشارلسن وبراهيم صلاح وأيوب الكعبي وطريقتي السودالي والذين لا يوجد حالة أفريقية 100% سوف يرى ماذا يفعلون عبد الحاميد الصابيري كنت أقول لكم من عندنا سوف يذهب إلى أفريقية عبد الحاميد الصابيري خذوها من عندنا سوف يذهب إلى أفريقية عبد الرزاق الحمد لله كيف يبقى نرى مع أيوب الكعبي إلا قدر أيوب الكعبي وقدم شيء مستوى كبير وكذلك تطريق السودالي من قدره ما نشوفه عبد الرزاق الحمد لله جواد اليامق كذلك يبقى على المستوى والذين سوف يدير عبد الكبير عبقار عبد الكبير عبقار لديه مشتوى كبير مبينة لأنه اللاعب يستحق أن يكون في أفريقية وعكس صحيح عبد الكبير عبقار إلا قدم شيء مستوى جيد فأجود اليامق والذين سوف يمشي إلي الشاعر الذي يعيش مشاكل مع الفرقة كانت الشيء الذي كان أخوتي نتمنى أن يكون أعجبكم في الفيديو